من قلب العاصمة السعودية الرياض أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كور من المرسم الرابع عشر على خليجية الزمان بخير والدنيا جميلة والوطن في كل حالته جميل لو تلف الكون ما تلقى مديلة الوطن ما له شبيه ولا مديل الزمان بخير والدنيا جميلة والوطن في كل حالته جميل لو تلف الكون ما تلقى مديلة الوطن ما له شبيه ولا مديل في سمو طويق من القابديلة بس غير طويق ما نلقى بديل فلو البيرق على راس طويلة لين ما يبقى على الدنيا طويل الزمان بخير والدنيا جميلة والوطن في كل حالته جميلة في سمو طويق من القابديلة بس غير طويق ما نلقى بديل فلو البيرق على راس طويلة لين ما يبقى على الدنيا طويل الزمان بخير والدنيا جميلة والوطن في كل حالته جميل لو تلف الكون ما تلقى مثيلة الوطن ما له شبيه ولا مديل اشتركوا في القناة رجول محمد الشقرة العصيلة الأصايل ما تحفل الأصيل ينقض كبار المهمات الثقيلة الثقيلة ما لها غير الثقيل أوس رجول محمد الشقرة العصيلة الأصايل ما تحفل للأصيل ينقض كبار المهمات الثقيلة الثقيلة ما لها غير الثقيل الزمان الظلم والدنيا جميلة والوطن في كل حالته جميل لو تنب في الكون ما تلقى مثيلة في الوطن ما لها شديه ولا مثيل وانسأ الوادي حنيفة عن نزيلة يا سلام الله على عز النزيل وانشدنا السيفة لاجرب عن عميلة ما يبي غيرك عقوب تركي عميل أوانسأ الوادي حنيفة عن نزيلة يا سلام الله على عز النزيل وانشدنا السيفة لاجرب عن عميلة ما يبي غيرك عقوب تركي عميل الزمان بخير والدنيا جميلة والوطن في كل حالته جميل لو تنب في الكون ما تلقى مثيلة في الوطن ما لها شبيه ولا مثيل يا سلام الله على عز النزيل يا محمد والغالة رعي طويلة والله إن الحب في حقك قليل يا محقك أمنيتنا المستحيلة أنتبو سلمان ولا المستحيل يا محمد والغالة رعي طويلة والله إن الحب في حقك قليل يا محقك أمنيتنا المستحيلة أنتبو سلمان ولا المستحيل الزمان بخير والدنيا جميلة والوطن في كل حالته جميل لو تنب في الكون ما تلقى مثيلة في الوطن ما لها شبيه ولا مثيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كور على قناة خليجية في موعدكم اليوم الذي نناقش في حدث الكرة السعودية عراب الهلال الأمير الوليد بن طلال عبر منصة إكس تتويج الهلال حديث العالم ويؤكد الأزرق حقق أقوى دور تاريخ استثنائي في ليلة زرقاء ووسط حضور جماهير الزعيم أرض الأبطال المملكة أرينا تشهد احتفالية غير مسبوقة لبطل الدور الأقوى الهلال الموسوعة الأكبر في العالم جينيس تكرم الهلال بأطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم بعد تحقيق الأزرق لأربعة وثلاثين فوزا متتاليا جيسوس موسمنا لم ينتهي بعد هناك مبارتان متبقية نبحث عن المزيد من الأرقام القياسية ولقب جديد يضاف لحصيلة هذا العام نادي الهلال يتفرد هذا الموسم بثلاثية الألعاب الجماعية في سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ الأندية السعودية فهد بن نافل طموح الهلاليين دائما عالي وهدفنا هو إسعاد الجماهير وتمثيل المملكة وجعل الهلال في أعلى مكانة بين أندية العالم بعد عودته لدور روشان السعودي مجددا القادسية يبدأ موسمه مبكرا ويعلن عن التعاقد مع الأرقواياني نانديز هذه الأولى الحلقة اسمه لي في بديان وحب يضيفنا كرام مع نفسي عبدالله القرين أبو عامر أهلا وسهلا أهلا وسهلا أخوي هلا أبو جود يا أهلا وسهلا سيدي من تواجدي معك ومع أخواني وزملاي وإن شاء الله حلقة جميلة كالعادة بإذن الله بإذن الله أبو عاملين أهلا وسهلا اليوم ما في أمشي هلا والله وجود أمس عليك على الزملاء نقدم حلقة تليق بإذن الله أبو ركال أهلا وسهلا أهلا وسهلا أمس عليك يا وجود أمس على الزملاء وإن شاء الله نقدم معهم حلقة مغيزة اليوم والنجار أهلا وسهلا يا أهلا يا وجود أرحل فيكم الزملاء لأجلاء ومسهد البرنامج اليوم وصل الهلال إلى ما كان يطبح له طوال الموسم تتويج المنتظر للفريق الهلالي بطلا لدوري هذا العام بنتائج قياسية انتصارات متتالية أرقام قياسية اليوم الهلال حصل على ما يستحق بعد مجهود في موسم كامل ثاني تتويج الفريق الهلالي بعد التتويج السوبر وعنده أيضا استحقاق قادم لنهاي كأس الملك أمام الغريم التقريدي نادي النصر حفل كان رائع جدا وتفاصيله كانت رائعة نشوفه في التقرير التالي وسط أجواء احتفالية كبيرة وحضور جماهيري طاغي امتلأت به مدرجات ملعب المملكة آرينا توج فريق الهلال بلاقب بطولة دور روشان السعودي للمحترفين الحفل بدأ بدخول أعضاء الفريق للملعب ومسيرة الأبطال أمام الجماهير الحاضرة التي استقبلتهم بالأهازيج والتصفيق ليبدأ بعد ذلك العرض الاحتفالي الخاص بأزرق العاصمة البطل المتوج عرض سينمائي مذهل تخل له التذكير بعدد بطولات الدور التي حققها الهلال لياتي في الخاتم احتفاء خاص بالرقم 19 المرتبط بلقب هذا الموصل ثم تسلم رئيس الهلال الأستاذ فهد بن نافل جائزة موسوعة جينيس للأقام القياسية كأكثر فريق يحقق سلسلة انتصارات متتالية في كرة القدم بعد ذلك تم استعراض مائي لبعض أهداف البطل في عدد من المباريات هذا الموصل كذلك بعض المهارات الخاصة باللاعبين التي حضرت في أهم المواجهات للفريق الأزرق لتبدأ بعد ذلك مراسم التتويج ابتداء بدخول كاس البطولة إلى المكان المخصص للحفل تلا ذلك دخول وزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ترك الفيصل ورئيس رابطة دور المحترفين المهندس عبدالعزيز العفالي ثم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل ليبدأ بعد ذلك تكريم أعضاء الجهاز الإداري والفني لفريق الهلال وفرحة خاصة لمدرب الفريق البرتغالي جيسوس الذي بدى سعيدا للغاية بتحقيق هذا النقاط ثم جاءت لحظة تكريم اللاعبين فردا فردا وسط عاصفة من التصفيق إذا انحضر قائد الفريق سلمان الفرج الذي استلم كأس البطولة ثم اتجه لزملائه اللاعبين ليعلن احتفاليتهم الخاصة بالبطولة رقم 19 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة امير الوليد دوري استثنائي نبارك لإدارة نادي الهلال للعيبة نادي الهلال جمهور الهلال مثل ما تكلم سابقا انه اللقاء اللي هالدوري بالذات الدوري اللي حققه نادي الهلال اللو 19 عمل رائع توج به الهلال هذه البطولة ارقام قياسية اممكن 34 انتصار لم يخسر الفريق 29 هدف 93 نقطة شي رائع مجهود موسم كامل الهلال عنده تحصيل اخذ الدوري اخذ السوبر عنده منافسة على كاس الملك حقيقة هذا الهلال هات السنة وكعادة حقيقة في اكثر السنوات انه يقدم اشياء جميلة ورائعة ويستحق هذا الانتصار وهذا التتويج الرائع اللي حني اليوم شفناه بحضور الامير عبدالعزيز وحقيقة الشيء اللي ملفت للنظر نوعية حتى الاحتفال اليوم شفناه الآن في بيت هلالي ازرق متكامل لم يكن هناك اي مباراة هذا نوعية جديدة من الاحتفال احتفلوا الهلاليين بهذا التتويج الرائع وهذا المجهود اللي حصلوا خلال هذه السنة نقول لهم الف الف مبروك وان شاء الله تعالى يكون المباراة القادمة لنادي الهلال ومع شقيقة ناد النصر نظهر بمباراة تكون تليق بالفريقين وان شاء الله تعالى نستمتع بكل ما هو جديد باذن الله بوحرين اليوم نسلم الهلال رسميا من وسوعة قنس الشهادة والإثبات انه هو صاحب اطول سلسلة انتصارات في ذلك كرة القلب اوشي خلينا مبارك الامير الوليد من طلال ابو خالد اعتقد يستحق المباركة كهلالي كمحب كعاشق كرجل لكل المراحل داعم لجميع الادارات يعشق الهلال كثيرا لا يشجع سوى الهلال فيستحق المباركة مباركة ثانية للامير الوليد من طلال ان تنجح اختياراته او ابناء مدرسته مبثرة في الاستاذ فهد بن نافل اختيار ناجح لرئيس تاريخي دائما جميل ان تتحدث عن رئيس النادي مع انتهاء الموسم حقبة تاريخية في خمس مواسم تاريخية للهلال بوجود فهد بن نافل سواء كان في عدد البطولات في جوجة الاختيارات في الارقام في الاحصائيات مثل ما تفضلت بوجود بوصافة كأس العالم للاندية اعتقد حقبة تاريخية يسجلها التاريخ لفهد بن نافل وسيذكر التاريخ انه احد ابناء مدرسة الامير الوليد بن طلال العاشق الذي يبذل الغالي وانه في استجاه الهلال الكل يتكلم عن غرفة الملابس في اعتقادي ان غرفة الملابس لو جينا نتكلم عن واقعها هي نتاج عمل هي نتاج عمل جودة اختيار مدرب جودة اختيار محترفين ادارة تنفيذية لجهاز كرة القدم وكيفية التعامل مع المحليين ومع الاجانب جودة غرفة الملابس تأتي بالعمل داخل الاسبوع بلعيبة تلعب بقلب رجل واحد تخلص تعطي كل ما لديها لذلك تصل الى غرفة الملابس وهي متوجة عملها من خلال الاسبوع من خلال الموسم من خلال العمل التراكمي اللي يكون نتاجه في هذه الغرفة اللي ينطلق منها اللاعبين للوصول الى اهدافهم في اعتقادي نجاح باهر لادارة فهد بن نافل يعني يواجههم تحدي جديد في حال استمرارهم للموسم الجديد اسوة لهم والاندية الاخرى ايش هيسوي في هذا التحدي بوجود 25 لاعب المشاركة ان شاء الله اللي احنا كلنا نتأمل ان تكون لها بصمة ومبهرة للهلال في كاس العالم نهائي يليق بالهلال جميع من في الملعب هلاليين لانه يمكن اليوم احنا السعادة للهلاليين ان يكون الملعب من الجماهير كله هلاليين يحتفون بفريقهم يمكن المحزن لي في هذا اليوم ان اسمع التمتمة من سلمان الفرج بقرب الرحيل او الايماءات اللي ذكرها سلمان انه ربما اعتزل او ربما انتقل دائما للعيبة اللي بيخلق وسمو اخلاق سلمان وبجودة ما قدمه للهلال طبيعي تحزن انه يغادر ولكن تتمنى لها الخير الف مبروك للهلال تعبت جنيت ابو ركال اولا نبارك للهلاليون ونبارك للداعمين والعراسهم سمو الامير الوليد من طلال الذي رسب هذه الاستراتيجية الكاملة ووضع الرجل المناسب لهذه الاستراتيجية التي تنفيدها ادارة عملت لعملها اليوم بالنسبة لجماهير الهلال الهلال اكتمل وكان بدرا هذا الموسم حقق انجاز في انجاز كبير حقق بعنجازات في التسجيل في النقاط حقق في الانقام القياسية التي حققها ونال عليها شهادة من موسوعة الجنس على اساس انه مطول سلسلة فويدل انه هناك عمل عمل تراكمي عمل منظم هناك بيئة الهلال الكل يعمل في بيئة مستقرة بيئة ملظمة بيئة لها اهداف بيئة لها استراتيجيات وتحقيق طبعا الهلال اصبح الان حق البطولة وراء البطولة بالسبب هذا العمل التراكمي اللي ليس قائم على اللائبة فقط يبدأ من اعضاء الشرف الى الادارة الى الجهاز الفني الى اللاعبين الى الجماهير اللي تسارد الهلال الجماهير العاشقة الجماهير التي احتفلت اليوم في احتفال خاص احتفال في مبهر الحقيقة قدموا فيه يعني اول احتفال يصير للهلال خاص بجماهيره بلعيبته بعضاؤه بمحبيه في ارضهم في ملعبهم في بيئتهم فنبارك لهم هذا هذا التمييز وطبعا نحققوا بطولتين هذا وعندهم بطولة تلك في القادمة خلال القادمة الجاية اسبوع عشر ايام لسه لما تحدد ولكن انه المبرح والمصرح فيه ان الاحتفالية اصبحت هلالية واحدة ما كانت فيها مباراة عمل التنظيم قللوا لعملوا اخراج كبير لهذا الاحتفال التنظيم كان مرتب اللاعيبة كانوا مشاركين بعوائلهم بابنائهم ويدل انه انه اصبح لاعب الهلال انه ادارة الهلال له قيمة قيمة كبيرة له والعادة وهذه هي البيئة اللي اكتلم عليها انه انت ريح لاعبك تاخد نتائج مفيدة او مبهرة لتحقيق بطولات فنظارك لهم ونتمنى لهم ان شاء الله في مشاركة بطولة العالم للعادية ان يكون هلاله مميز بصورة مشرفة للكرة السعودية ولآسيا في بطولة العالم للانجلية القادمة ان شاء الله واعل طبعا ابو جودة الفداية مبارك لعراب نادي الهلال صاحب السمو الملك الامير وليد بن طلال هذا الرجل اللي لو لا دعمه لو لا وقوفه خلف الهلال لما كان الهلالين يصلوا اليوم الى ما وصلوا اليك كان مؤمن بفريقه بالحب بالكيان اللي يعشقوا اليوم الهلال موجود لما يصل الى ثاني العالم واستمرارية في الانجازات في البطولات واليوم يحقق منجز يسجل باسم نادي الهلال ان يدخل موسوعة قنس الارقام وقياسية كأكثر نادي على مستوى العالم حقق 34 انتصار متتالي هذا يدل لك انه فيه عمل فيه استراتيجية وضعها سمو الامير الوليد وكان يثق بالرجال اللي وضعهم على مقدمتهم الأستاذ طاهد بن نافذ انجاز الهلال اليوم ان يتوج الهلال اليوم في مسرح الاحلام اللي تم بناؤه في فترة وجيزة جدا امام جمهير نادي الهلال اليوم كان احتفالية كاملة طبعا هذا الموسم تحديدا لا صوت يعلو على صوت الهلال في كل شيء منجزات من الارقام اللي حققوها لك ان تتخيل الهلال على بعد هدف واحد وانيحقق مئة هدف لم يسبق في تاريخ الكرة السعودية او ممكن ما عرف هل الاسيوية كذلك ان يصل فريق في موسم واحد في دوري الى مثل هذه الارقام يحق للهلالين ان يفخروا بناديهم بفريقهم اليوم وجود اثناء الاحتفال التسمع حديث الاستاذ فاهد بن نافل فاهد المفرج تعي تماما لما الهلال هو دائما الثابت في المنافسات والبقية المتحركين الاستراتيجيات والعقليات اللي تدير هذا الكيان الكبير مؤكد انه نتاجها في نهاية الموسم او في كل المواسم انه يحصل على البطولات يحق للهلالين ان يفخروا بفريقهم بناديهم ببروك للامير الوليد لرجالات الهلال لادارة نادي الهلال اليوم اثنات مشاهدتك الاحتفالية قبل حتى دخول اللعبين الاجهزة الطبية والادارية ما شاء الله تبارك وتوقعت ان هذا فريق كورة قدر ليس فقط جهاز طبي واداري يدللك على المنظوم الكبير التي تعمل في الخفائل انهم وهم ظاهرين وهذا نتاج العمل وهذه نتاج الافكار التي وضعت في الكيان الهلالي نكرر المباركة لهذا الفريق وبإذن الله تعالى يعني تمنياتي لبقية الفرق ان شاء الله في المواسم القادمة انها تصل الى ما وصل له هذا الكيان الكبير فرصة قصيرة بعده نعود من تبقى من تبقى بلالي صعب المواسم خلك على كتاك جنب دمور أسرق أسرق إلى دنا عجا تحتنا كسر لكل أرقام في كل الله يدالنا يهلال أسرق 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 بطل أسرق بطل أسرق أسرق اشتركوا في القناة 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 جيسوس موسمنا لم ينتهي بعد هناك مبارتان متبقية نبحث عن المزيد من الارقام القياسية ولقب جديد يضاف لحصيلة هذا العام نادي الهلال يتفرد هذا الموسم بثلاثية الالعاب الجماعية في سابقة هي الاولى من نوعها بتاريخ الاندية السعودية فهد بن نادي الهلاليين 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 في اعلى مكانة بين اندية العالم بعد عودته لدور روشان السعودي مجددا القادسية يبدأ موسمه مبكرا ويعلن عن التعاقد مع الارقواياني نانديز موسيقى كل ما قالوا نبي نسمع لغة ارقام يا الهلالي ارقام يا الهلالي الاسية تتكلم سعودي وباللهجة الهلاليين باللهجة الهلاليين وتشهد انك ان شيء خطى لها من اول وتالي من اول وتالي وتهدي انجازك لجمهورك وكل اهلال سعودية باللهجة الهلاليين نادي القرن الزعيم المستدي بالماضي الحالي بالماضي الحالي ما تعود يهدي بلاده هدية حد عادية باللهجة الهلاليين مملكتنا من كريم عيادها تستاهل الغالي تستاهل الغالي وانت تستاهل بمثل ما فهالروحة المضولية وباللهجة الهلاليين مملكتنا من كريم في نسمع لغز أرقام يهلالي أرقام يهلالي أسدت قلبة من سعودين وباللهجة الهلالية وباللهجة الهلالية وكشهدين كل شيء وطرها من أول وتالي من أول وتالي وتهدي الكاسب كلها وكلها سعودية وكل أخلا سعودية أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذا الجزء من الحلقة نرحب بمستمعين رتلاف أم في المملكة العربية السعودية نرى تقرير عن أرقام الهلال هذا الموصل أوقات الهلال أوقات الهلال ماذا أقول؟ ماذا أتكلم؟ هذا الهلال يا الله مستحيل يا سعيد موسم تاريخي وأرقام قياسية نسخة مختلفة ومسيرة استثنائية لا يعرف طعم الخسارة موسيقى ويهوى كسر الأرقام إنه الهلال موسيقى الهلال هذا الموسم واصل ممارسة هوايته المفضلة في تطويع الأرقام وتغويضها مدونا سجلا حافلا من الأرقام القياسية الغير مسبوقة لتوجها باللقب الأقضى التفوق الهلالي الملحوظ والصدارة المطلقة للدول كانت مقرونة بالعديد من الأرقام خلال هذه النسخة فعقب ثلاث وثلاثين مباراة بات الزعيم أول فريق في تاريخ دور المحترفين يحقق أطول سلسلة انتصارات بتسعة وعشرين فوزا بجانب أنه أصبح أول فريق يحقق أربعة وعشرين فوزا متتاليا دون أي خسارة يؤكد على العمل الكبير والجودة الفنية العالية التي يتمتع بها رقم قياسي آخر تمكن الزعيم من تدوينه في سجلات دور المحترفين بالوصول للنقطة الثالثة والتسعين كأول فريق يحصد هذا العدد من النقاط طوال تاريخ دور المحترفين كذلك نجح أزرق العاصمة في كسر الرقم القياسي المسجل باسم نادي الاتحاد بتسجيله أكبر نتيجة في دور المحترفين بعد تغلبه على الحزم بتسعة أهداف نظيفة في الجولة الرابعة عشرة ومن الأرقام الملفتة التي سجلها الزعيم خلال مسيرته الدورية هذا الموسم المحافظة على نظافة شباكه في خمس عشرة مباراة كأكثر الفرق في الدور هذا الموسم كما يعتبره الأقوى دفاعيا باستقبال مرمى لاثنين وعشرين هدفا فقط خلال ثلاث وثلاثين جولة تلك المسيرة التاريخية للهلال وهو يحث الخطى نحو التتويج باللقب التاسع عشر كانت نتاج تدعيم الفريق بأسماء عالمية ذات مردود فني عالي اقترن بحضور مختلف للعنصر المحلي وهو من عكس على الكتيبة الزرقاء في مقدمتهم الحارس المغربي ياسين بونو بجانب صمامي الأمان في الخلف علي البليهي والسينيغالي كوليباني وتوهج الظهير الطائر سعود عبد الحميد بالإضافة للعمل الكبير الذي قدمه البرتغالي نيفيز أحد أكثر صناع الأهداف في الدوري والصير بي سافيج صاحب المستويات الثابتة في ممتصف الملعب علاوة على استمرار ومضات النجم سالم الدوسري التي دائماً ما تجلب الفرح بخلاف الصبغة الفنية والمهارية في خط المقدمة التي أحدثها راقصي السامبا ميشايل ومالكوم ومن أمامهم الرقم الصعب وهداف الفريق الصربي ميتروفيتش الذي نجح في كسب قلوب عشاق الزعيم منذ ظهوره الأول أبو حنين أرقام الهلال هذا الموسم أرقام خيالية وجود يعني أنت لما تتكلم أنه عليك 22 هدف الفارق بين أقرب فريق لك 11 هدف لما تتكلم عن 99 هدف اليوم نحن طول الموسم نتكلم عن الإيجابية في محترفين الهلال لكن تتخيل أنه خمسة لاعبين وسادسهم سالم مؤثرين في 75 هدف من الأهداف التي سجع لها الهلال في التسديل مؤثرين في 43 هدف في الصناعة إذن القيمة الفنية لقيمة الاختيار لما أجي أشوف مالكوم الذي عمل موسم خيالي مع الهلال أجي ألاقي 21 هدف مؤثر فيه لما أشوف سفت ألاقي 21 هدف تجي لسالم تلاقيه مؤثر في 18 هدف إذن تتكلم عن قيمة فنية عن التزام التكتيكي عن تكنيك لقيمة يملكها لاعبي الهلال في جودة الاختيار عن مدرب كيف قدر يصنع صورة مختلفة لاعبي الهلال الكل يعرف أنه في تجربة مالكوم مع برشلونة كيف كان إيجابي على مستوى الأطراف لكن ماذا عصيته كمركز عشرة وكيف عين الكشاف الموجودة عند جيسوس استطاعت أن توظف هذا اللاعب إذن اليوم تتكلم عن عمل تكاملي حصت فيه الأرقام المبهر في الموضوع أني أشاهد أو أستمع إلى حديث جيسوس بعد التتويت يقولك لا أنا قدامي مباراة يسأل المذيع أنه ليش يعني ما أشاهد حالة الفرح قال بالنسبة لي انتهى الفرح قدامي رقم قياسي لازم أسجل المية وأصعد برقم تاريخي في هذا الموسم قدامي نهائي إذن هذا العمل التكريسي في الحالة الذهنية اللي يعيشها المدرب وينقلها لللاعبين حتما هي اللي قاعدين نشوف فيها اللاعبين وليش اللاعبين وصلين لها أرقام ليش هالأرقام الكبيرة اللي احنا قاعدين نشوفها أحيانا في بعض الأرقام تنم عن ضعف لكن في أحيانا أرقام قوية تنم عن قوة وفي توازن لكن قيمة الطرف الآخر صنع حالة مختلفة إذن الهلال فعلا بأرقامه بنقاطه بالمعدل النقطي بالفوارق بين الأول وبين الثاني صنع حالة مختلفة أعتقد هي نتاج عمل وتحضير وثبات في الرأي للإدارة ابو عامل ما بشك مثلا ما تفضل أخي محمد أرقام متميزة الهلالة دائما حرص كل الحرص يتميز بهذه الأرقام ما فيه جديد إذا كان هناك عمل تكاملي وظاهر بالهلال من بداية الموسم بحرص كل الحرص اليوم نرى ساعدة قنيس نرى عدم الخسارة في 34 مباراة أشياء يعني كل هلال يفتخر فيها كل مشاهد حتى أي واحد يعني ما يشج الهلال يكون عنده الغبط على هذا العمل الراي اللي قاعد نشوفه فحقيقة الهلال قاعد يقدم نموذج رائع في هذه الأرقام المميزة التي نستمتع فيها يعني نتأكد أن كل المتابعين والنقاد الرياضيين وحتى الجهات الثانية المنافسة اللي ينادي الهلال تحرص ويكون لها ويكون نموذج لجميع الأندية حقيقة الهلال في هذا الموسم قدم عمل رائع واستثنائي في كل شيء من الأرقام إلى المستويات إلى الناتج الآن اللي حصله نادي الهلال براكار طبعا كل الأرقام اللي حققها الهلال أرقام مميزة وإذا نجينا نظرنا ليش حقق هذه الأرقام نجد أنه الفريق الهلال تكامل في جميع الخطور للحراسة أي نكس كان الناس لما اختارت اللعيبة اختارت مراكز فليس أسماء اختارت ناس تقلد يعني نظرة فنية عالية احتاجت ايش في الحراسة ايش احتاجت في الدفاع ايش احتاجت في الوسط الهجوم وجدنا الدفاع مميز وجدنا الهجوم مميز وجدنا أن الدفاع ما جاء في أقل أهداف الحارس شباكو أعلى شباك شباكو نظيفة في الدوري الهجوم أعلى نسبة أهداف مسجلة وتنوع الأهداف من الوسط للهجوم للراس الحربة يعني تدل أنه العمل تكاملي بسبب تحقيق هذه الأهداف أنا مستخدم بالهلال حقه هذه الأرقام القياسية 34 فوز متتالي بدون خطارة عندك لعب حوالي 24 فوز في الدوري متابعة متتابع يعني 24 مباراة متتابعة فاز فيها في الدوري أنا أنا يدل أنه الفريق يندل كل مباراة بيكسر الأرقام وليس نازل الفوز فقط الفوز سهل ودليل أنه نشوف ملربه يكون فائز 2 3 ولاعب ما يأدي ولا يضيع هدف ولا سهل في كورة معينة شوف يطلع من طوله ويبدأ يشوف زعلان يعني فائز 2 ولا 3 وبرضه زعلان يبغى أهداف تيجيه لأنه ليس هدف الفوز الآن هدف الفوز زائد تعطيب أرقام فهنا يدل أنه بس هذه الروح وبس هذه الاستراتيجية في اللائبة هذا ما انتظر أنك تجيب قولين ترات وتلعب أنك تهدي أو أنك تكون فهذه حقيقة الأرقام يعني تكسر أرقام كثيرة الحقيقة في هذا الموسم والهلال فريق يعني كامل لذلك نجد أنه البطولات والمنافسة الآن الهلال في وجهة نظري إدارته والمداعمين ما بنظر إلى الدور الآن الدور الآن الدور الآن سنتين حققوا ربعا فأصبح الدور ليس الهدف الأساسي للهلال تخضيم هذه الأرقام استعداداً أنه يشارك في العالمية وأنه يكون مميز حتى على مستوى آسيا أو على مستوى أنجة العالم فشيء مبهر ونبارك لكل الذي يجد هذا النجاة ونبارك على هذا الفريق الذي اعتبر فريق ملظم وقوي أدى أخدافه في دوري استثنائي في دوري في نجوم عالم كثير يجي من السنة هذه كان استثنائي بسبب اللاعب الكبار الذي حضروا واللعب الدوليين والمشهورين واللي أصبح الدورينا جذاب لهم وأصبحت السنة الجاية يمكن أن يشوف لعيبة كمان مع مال صغيرة هتيجيه ما إلا تقول لا يقول أنه لعب والله خلص من أوروبا وجاء اللعب في الدول السعودي لا الآن اللاعب سيكون في الدول السعودي كلهم نجوم صارين ونجوم شباب ونتمنى أن نشوف دوري أقوى وأقوى وأمتع في السنة القادمة باصة قصير بعده نعود باللغة نحن قصير كمان باصة قصير كما تقول محبت هذا الكون الى شهد عيال مرحب أرحب أرحب يا الجديد ويا الكديم مرحب أرحب ياللي منعنتك هال ايهنا حفك حبت وربك مه علي محب هذا الكون الى شهد عيال اقبل 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 اصل يا بطل يا زعيب يا بطل هذا السما اقبل 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 يا اللي ما دلك عظيم من يراه فيك ما يخسر منها يا الهلال من يحبك يا فخرنا في نعيم من يحبك ما يحس في يوم وظل من يحبك يا فخرنا في نعيم من يحبك ما يحس في يوم وظل من يحبك ما عشق غركك يا الهلال من يحبك ما يحبك ما يحبك ما يحس في يوم وظل من يحبك اشهدت عن اللح سنين من يحريد تبشره من يحبك ما يحرب اقبل اقبل يحبك لا يحرب تبشره من يحدي ثم أقبل مليس أنهم وظل من يحبك ما يحبك يا الهلال اشتركوا في القناة 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 باقي آسيا وإن شاء الله نجيبها الموسمة قبل كاس الملك أننا منتهي من الموضوع خالصين بنحت بالمرة ثانية بسني بغى آسيا بإذن الله من دول حكين خدنا روك الله بربيك إن شاء الله يدور من بل الله إشاء الله بل الله لواحد وكاس الملك إن شاء الله بل الله لواحد بل دوري خامسة إن شاء الله بل الله لواحد هيا الهلال ميز اليوم الإله مميزة بالنسبة للهلالية الضبط أكيد وتراكم كده تزع عني لأنه تقولي مبروك وطفشنا منها وألف مبروك لدارة هلال منسوبين للنادي وشكرا للعبين والله يقيموا ألف عافية يستحق كل من قام على الهلال وبإذن الله تكتمل فرحتنا بكاس الملك بإذن الله نأخذ على النصر بإذن الله الحمد لله متعودين الهلال طبعا يعيش كزود وزود توقعتك طيب الكاس الملك لا لا هيا هلالية محسومة والله ما فيها ما فيها خلاص نظمنت البوز من الآن من الآن نظمنت البوز الهلال هذا الموسم دوري أكيد ما راح يننسى أيه طبعا يعني ما في أحسن من جمهور الهلال الهلال يعني فريق ممتاز يعني ما في قوي قوي مرة يعني ما شاء الله يعني الهلال لو واحد جاء قدامه يعني حيكسره من أفضل لعب بالموسم هذا الصراحة اللي أنا أشوف بونا إن شاء الله تبرك بونا وسالم ممكن مبروك الله يبرك فيك مبسوط اليوم نعم مبسوط مر وشكنا شيء مبسط فيه الهلال جاء بالدوري طيب من أفضل لعب في الدوري السنة هذه بالنسبة لك متر اللهم ولك الحمد وإن شاء الله نستمر البارة الخيرة ما من وحدها من أخذ البطولة الذهبية طيب لو قيمت الفريق هالسنة وش هم أسباب تحقيق الدوري السنة الصراحة فيه اثنين فيه عندك لدارة ثم ندرب رغم الغيابات في بعض المباريات لكن ما تأثرنا نهائيا اللهم لك الحمد مبروك الله يبارك فيك أتكلاف موسم تاريخي بالنسبة له الله يبارك فيك وإن شاء الله أقبال كاس الملك والمطلعة القادمة كيف شفت اليوم حفل التتويج؟ ما شاء الله تتويج رائع وإن شاء الله لا فضل الشهر من شكثر شي ساهم بتتويج الهلال للسنة هذه بالأرقام اللي حقق بها خصوصا بدون خسارة حتى الآن دوري ذهبي نقاط الأول مرة في التاريخ حققونا جودة اللعبة الاستقطابات كانت باختياجات الهلال والمدرب الرائع مبروك الله يبارك اصدقني تغرق أسمعpai اصدقني ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة يا هلال نادت كل بطورة ولبيت تستاهل الأمجاد مجزن ورامج يا هلال يا بركان كم قلب هالسيت ترجف قلوب هالسهل فن والقات يا هلال يا هلال يا هلال أهلا بكم شاهدين الكراف في هذا الجزء من الحلقة نرحب بمستمعين وتالى في المملكة العربية السعودية في يوم التتويج اللازم نستعرض أبرز أهداف الهلال هذا الموصل تابر محاولة إلى تمريره راحت لمالكم الله هاترك رايا لراقص السامبا لمالكم اللي جاء يخطف كل الأضواء مالكم نجم السامبا وراقص السامبا البرازيلي يخطف كل الأضواء عند الجماهير الهلالية ياسر مع الكرة ياسر يرجع ياسر من جديد هذه اللمسة عند روبين فيس يلعب العرض حلوة بيترو فيتش المترو السفاح الزربي يحضر بالهدف الأول في ظهوره الأول برأسياته المعتادة المترو وصل يا رجالة المترو وصل يا رجالة في الأيام القادمة ستكشف من من عندها الكودرة على الصمود والمنافسة بقوة للفوز بلقب هذا الموسم سعودي عبد الحبيد على جياتينامين بكرة عربية خاطرة هوهوهوهوهوه أربي هدف خيالي ضرب من خيال لمترو خيالي هدف جميل أي كورة أي ضرب على الطائرة روّع روّعك الحودة للمكان الطبيعي لكن العرضية رؤسية الله امتعقد الهلال مع الهداف امتعقدوا مع الهداف مع الهداف نفسها مجانين وجاههم المجنون وجاههم المجنون هذا المجنون من رجلة هدف أطيع لكن في الهواء مضيح في الهواء مضيح كورة أربع خمس خطوات مالكوم تركة لكنو تسدادة يا عالم الله روّع 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 لعبة برازيليا على طريقة كنو للبريك في حمد الكورة لمصلحة روّع في هذه الكورة كنو هذه تسدادة هذه تسدادة الله 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 أ ايو صاروق يا دخبار صاروق في أحلى مكان في أحلى مكان يا دخبار جنح والأيمن كاد أن يصنع في دقيقة كانت الهلال ألا نشاهد السعود والحرطية راسية سبت يسجلوا دائماً للهلال غاب السحر وبقي السحر غاب نايمار ولم يشعرنا سبت بدانك خل بلك الكلام والله منك شنم والله منك شنم يسجلوا سبت روبان نبس خمس دقائق على نهاية العصلي والسادس الله ويوالله وفعيتي الكلام سكة الكلام روبان نبس أيه مباراة وأيه تتويج لهذا العرض الغير عادي يا روبان هكذا أنا نريد أكثر معدل نقاط في تاريخ هذا الدوري أنت الآن القناة ترجع من فراح مضبوط شوف النوفيس شوف الروبان هذي كراته يدعب القناة إلى مالكو بيبطل القناة إلى مالكو بيعدي مالكو مستحيلة يا مالكو مستحيلة يا مالكو الدوري يحسنوا بهدف بهذه الصورة مستحيلة يا مالكو مستحيلة يا مالكو مستحيلة كرمت موصوعة جنيس للأرقام القياسية نادي الهلال خلال حفل تتويجه بدور روشن السعودي اليوم الجمعة لتحقيق فريقه الأول لكرة القدم أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ اللعبة وتسلم فهد بن نافر رئيس شركة النادي وبرفقته بورتغالي جورجي جيسوس مدرب الفريق شهدت اعتراف من الموسوعة بالرقم خلال مراسم الحفل على عرضية ملعب المملكة أرينا في الرياض يخضع لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الخميس المقبل لفحوصات طبية في فندق سانتريجيس مقر سكنهم قبل أن يؤدوا في اليوم ذاته تدريبا مسائيا على ملعب أكاديمية مهد في الرياض استعدادا لمواجهة باكستان في السادس من يونيو المقبل لمن الجولة الخامسة من التصفيات القارضية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 توجع عضو مجلس دارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عيض الشهر اليوم الجمعة فريق أبهى بكأس الدور السعود الرديف للموسم الرياضي 2023-2024 وجاء تتويج أبهى باللقب عقب المباراته أمام ضيفه الخليج في آخر مباريات الفريقين بالدور هذا الموسم حسم فريق الاتحاد رسميا لقب الدور الممتاز لدرجة الناشئين تحت 17 عام للموسم الرياضي 2023-2024 قبل جولة من نهاية المسابقة وجاء حسم الاتحاد للقب بعد فوزه على التعاون بنتيجة هدفين لهدف في المبارات التي جرات بينهما اليوم الجمعة لحساب الجولة الثالثة والثلاثين على ملعب نادر اتحاد بجده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر